أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التحرك الفاعل من القيادة السياسية على الصعيد الخارجية يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الاجتماع الأسبوعي أبدى رئيس الوزراء تطلعه لأن تحقق قمة أبو ظبي التشاورية الأهداف المنشودة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بالمنطقة وقد تمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية واستعرض كذلك نتائج زيارة الرئيس السيسي لمحافظة سهاج التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما استعرض مدبولي أيضا نتائج زيارة إلى محافظة شمال سيناء مشيدا بحجم المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة وأوجه الشكر لوزيري الدفاع والداخلية على جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمحافظة